يقول السائل ما قولكم في من يقول يجب علينا الآن التركيز على توحيد الربوبية لأنه لا يصف توحيد الألوهية إلا بتوحيد الربوبية هذا كلام جاهل ما يعني توحيد الربوبية ما يكفي الرسل لم يدعوا إلى توحيد الربوبية كلهم ما دعوا إلى توحيد الربوبية وإنما دعوا إلى توحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية موجود في الناس في الفطرة حكم الفطرة كل الناس يقرون بتوحيد الربوبية حتى أبو جهل وأبو لهب يعترفون بتوحيد الربوبية لأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر هذا في القرآن ذكره الله عنه في القرآن أنهم يعترفون به وإنما أنكروا توحيد الألوهية ما يريدون أن العبادة تكون لله وحده يريدون أن تكون العبادة لله وللأصنام والأحجار والأشجار أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجب فهم أنكروا توحيد الألوهية ولم ينكروا توحيد الربوبية فهذا الجاهل الذي يقول يركز على توحيد الربوبية هذا تحصل حاصل هذا موجود ولا يغني البقاء عليه وحده ما يغني وإذا الإنسان أقر بتوحيد الألوهية فإنه يلزم أنه قد أقر بتوحيد الربوبية لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بلا شك نعم نعم